وصلت إلى النتيجة الأخرى ليس إلى هذه النتيجة وقد رأيت رجل الدخل في مقابلة ومقابلة على وظيفة مرموقة ودخل مع مجموعة منافسين كل واحد على قولهم يقول أنا وتم اختيار شخص الموجودين جميعهم أفضل منه يقي تم اختياره لا اعتبارات شخصية لا اعتبارات المهم أنه يعني لا يمكن طلعوا كلهم يعني مصدومين حدهم كان كاد أن ينفجر من شدة الغبل من شدة الغبل ثم لما ذهبت هذه الفرصة بدأ يستمر في خط آخر فتقدم في هذا الخط ثم عرضت عليه هذه الوظيفة بعد فترة قال لا أريدها قالوا ليش قال مع التملعيني ما حصلت عليه ما أصر التملعين أنا في هذا الموقع أعلى شأنا وأكثر وجاهة وأكثر إدرارا للرزق من تلك الوظيفة مع التملعيني هذا عندما صبر وكان يرى أن صبره يجب لن ينتهي إلا بحصوله على تلك الوظيفة كان مراد الله له خير من مراده لنفسه وخيرة الله له خير من خيرته لنفسه فأولا يجب أن يكون لديك معنى تؤمن به حتى يتكون لديك المكون الشعوري للصبر المكون الشعوري هو أمل أمل تنتظر المكون الشعوري هو فلسفة خاصة تعزي بها نفسك ما هي هذه الفلسفة الخاصة التي تعزي بها نفسك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا